أيما أكثر صدقاً؟ ومن منهما يكذب على معيده؟ الإجابة جاءت في استطلاع عن الرأي أجرته وكالة Associated Press ومركز نورت لإبحاث شؤون العامة وجاء فيه أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تتمتع بميزة ملقوضة الرئيس السابقي دونالد ترامب في العديد من الصفات القيادية مثل الصدق وبحسب الاستطلاع يقول نحو أربعات من كل عشرة أمريكيين أن الصدق يصف هاريس بشكل أفضل وهذا الأمر الذي لم ينعكس بشكل كبير على مؤيد ترامب قاعدته الشعبية قوية ومتمسكة به منذ فترة طويلة والأمريكيون المؤيدون له يرون أنه كان يعامل بشكل غير عادل من قبل الإعلام وبناء على ذلك يمكن القول أن الأمريكيين حسموا موقفهم من دونالد ترامب والاستمرار في تتبع الحقائق في خطاباته والقول بأنه أخطأ عند قوله هذا أو ذاك لم يعد له مفعول بعد اليوم وبشكل عام الأمريكيون لا يعتقدون أن السياسيين صادقين إلى ذلك يرى الديمقراطيون أن تمتع هاريس بالصدق هو ميزة في غاية الأهمية وسيكون لها معكاسات ليس فقط على الناخب الأمريكي بأن على الصعيد الدولي قادة العالم مثلهم مثل الناخبين الأمريكيين يريدون شخصا يمكنهم الوثوق به والاعتماد عليه والاستناد إلى كلامه وبرأيي فإن الناخبين سيصوتون للأشخاص الذين يثكون بهم الذين يقولون ما يعنون ويعنون ما يقولون هذا أمر يمتد على الصعيد العالمي فقادة العالم يريدون أن يعرفوا أنهم في حال انخراطهم في اتفاقية ما فإن الرئيس الأمريكي سيلتزم بنفس هذه الاتفاقية وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تتقدم فيه هاريس على ترامب في استطلاعات الرأي مستغلة الزخم الذي اكتسبته منذ بداية حملتها الرئاسية التي أنعشت أمال الديمقراطيين في نوفمبر 22 استطلاعات الرأي الأخيرة لا تظهر فقط تفوق كاملة هاريس في معيار الصدق بل تضيف إلى ذلك تفوقها في الالتزام بالديمقراطية وامتلاك الرؤية الصحيحة لمستقبل البلاد كما يعتبرها المستطلعون أكثر انضباطا من دونالد ترامب وكل ذلك ينعكس على تفوقها على منافسها الجمهوري في استطلاعات الرأي الأمريكية سهيل الشاعر قناة الغد واشنطن اشتركوا في القناة